السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم الاسبانية مع سنة في هذا الدرس نتعلم الاسبانية بلسان اسباني مع الشرح إن كنت مهتما فشاهد الفيديو لنهايته وشاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة لا تنسى دعم هذه القناة بالضغط على زر الإعجاب ولنبدأ على بركة الله إذن سمعنا في هذا العبارة من هذا التفل يقول أرويناست ميخويغو أرويناست ميخويغو أرويناست جاءت من الفعل أروينار أي دمر يدمر أروينار وأرويناست مصرف في زمن الماضي إن أنت دمرت أو أنت دمرت نقولها لكل الجنسين المؤنث والمذكر أرويناست ميخويغو ميخويغو هو اللعبة وميخويغو لعبة إذا هذا التفل كان يلعب وجاءت أخته أو هاته الفتاة ودمرت لعبته أي جعلته يخسر إذن أرويناست ميخويغو هي معناها دمرت أو أنت سبب في خسارتي في هذه اللعبة والنمر للمقطع الثاني هنا الفتاة بعدما قطعت أخوها قالت له مَمَا تِسْتَ بُسْكَنْدُ مَمَا تِسْتَ بُسْكَنْدُ إذن هنا من يبحث عن من quién busca quién busca a quién la madre la madre es مَمَا مَمَا نقول مَمَا أو مِمَدْرِ مَمَا أو مِمَدْرِ إِسْتَ بُسْكَنْدُ هي الفعل بُسْكَر في زمن المضاري المستمر يعني في اللحظة التي تتحدث فيها الفتاة وتقول لأخوها إنها أمي تبحث عنك يعني في تلك اللحظة فتقول إِسْتَ بُسْكَنْدُ هي تبحث أو هو يبحث إِسْتَ بُسْكَنْدُ ولكن هنا في هذه الجملة لدينا تِي تِي تِسْتَ بُسْكَنْدُ أي أنها أمي تبحث عنك أنت أو أنت لأن تِي موجهة لك إلى الجنسين كذلك لك ولاك دائما المؤخطة في الإسبانية هو يوم كذلك يوم كذلك السابقة المؤدي waste والمودك الإداري mendىagu تِي 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 إِذَا الفتاة summertime تِي لابد حيلا مما تِي تِي تَي تِي 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 الفصن الكتاة إير ض Peak السلام حتى إيري إن سيجيدة ماما هنا الطفل يجيب أمه بدل أختها فيقول أنا ذاهب الآن حالا إذن أنا ذاهب أو أنا سأذهب هنا لدينا إيري إيري جاءت من الفعل إير فذهب يذهب في زمن المستقبل إيري ونقول جو إيري إيري أنت ستذهب إيري إيرى أنا سأذهب أنت ستذهب أو هو سيذهب بعد ذلك رأينا إن سيجيدة إن سيجيدة معناها ahora mismo ahora mismo إن سيجيدة ahora mismo كذلك هناك مرادف آخر وهو إن مهدئتمنت إذن إن سيجيدة ahora mismo إن مهدئتمنت كلها تعني الآن فحالا على الفور إذن التفل أجاب أما هو قال إيري إنسегيدة ماما إيري إنسегيدة ماما إيري شردو معناها هل أنت أصم ألا تسمع إيري شردو هنا لدينا إيريس من الفعل سير فعل الكينونة ونقول مثلا أنا أصم أنا لأسمع نقول soy سردو هل أنت أصم كما قالت الفاساد eres سردو eres سردو أنه يتكلمت معه ولم يسمع eres سردو إذا أردنا أن نقول هو أو هي أصم أو أصم فنقول es سردو es سردو إنتواز yo soy سردو tú eres سردو él es سردو أو ella es سردو لأننا سردو مع المؤنة نقول ella es سردو no ella es سردو هنا الفتات تقول أخيها ألا تسمع ألم تسمع ومي تناديك pues eres سردو هي فلننتقل للمقطع المؤل Plan qué espécie podría ser qué espécie podría ser qué espécie podría ser هنا التفل أغضب أخت لأنه لا يسمع أو يتظاهر أنه لا يسمع والدتو توندي su mamá le está llamando pero él no escucha nada pues قالت له qué tipo أو qué especie podría ser especie هنا معناها tipo especie أو tipo نفس المعنى أي نوع qué tipo أو qué especie أي نوع هنا تقول له بحرفية qué especie de persona eres أي نوع من البشري أنت يعني هنا أغضبها كثيرا qué especie podría ser entonces ممكن أن نقول qué especie أو qué tipo qué tipo vale هنا لدينا podrias podrias جاءت من الفعل poder استطاعة ولكن هنا ليس معناها استطاعة أي نوع من البشري ممكن أن تكون هنا ممكن أن تكون podrias ser المعنى الحرفي podrias ser ممكن أن تكون إذن qué tipo أو qué especie de persona podría ser أو qué especie podría ser يالك من يالك من فتى يالك من ولد يالك من المهم أتمنى أن يكون الشرح واضح وقد استفدتم منه الآن سأترككم مع جميع المقاطع الخمسة جملة واحدة لتستفدوا منه أقصى استفادة حاولوا إعادته أكثر من مرة وتقليد اللهجة الإسبانية إن كان قد أعجبكم هذا الدرس فاكتبوا لي في التعليقات لأتمم معكم هذه الحلقة الكاملة من فيلم الكارتون ولنلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه eres sordo, eres sordo, eres sordo, eres sordo qué espacio podría hacer qué espacio podría hacer qué espacio podría hacer qué espacio podría hacer qué espacio podría hacer